موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين ميليشيا الحوثي تواصل مجازرها بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز مقتل وجرح تسعة عشر حوثيا والجيش يصد هجوما للميليشيا على اتباب السود وشخب الضالع موسيقى التشكيل البحري يأسر ثلاثة من ميليشيا الحوثي في كمير محكم غرب محافظة حجة موسيقى تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم استشهد الشاب عصام عارف الوصابي وأصيب تسعة آخرون معظمهم من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزل في شارع موسى وسط مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية بأن المواطنين هرعوا لإنقاذ الضحايا الذين كانوا داخل وجوار المنزل حيث تناثرت أشلاؤهم ودماؤهم في المكان المستهدم وأشارت المصادر إلى أن القذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي من جهة ميناء الحديدة محدثة دمارا في المنزل وإصابات في صفوف المدنيين وأشار شهود عيان إلى أن السكان وحدهم من قاموا بإسعاف الضحايا فيما قدمت أطقم الميليشيا لتنظيف المكان من شضايا القذيفة التي أطلقتها دون أن تلتفت للمتضررين من أقارب الضحايا واكتفت بإلقاء التهمة على طائرات ما تطلق عليه العدوان كعادتها أحبطت قوات الجيش هجوما واسعا شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء أمس وفجر اليوم السبت على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيطة الواقعة جنوب الحديدة وقالت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي المتمركزة في المناطق النائية بأطراف المديرية قصفت مواقع الجيش بالمدفعية في أعقبه هجوم واسع شنته عناصرها على المواقع مستخدمة قذائف الـ RPG والقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة وأوضحت المصادر بأن القوات المشتركة أحبطت هجوما بكل حزم وقوة وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في صفوفها شنت ميليشيا الحوثي مساء أمس وصباح اليوم قصفا بذفعيا وصاروخيا على مناطق متفرقة من مدينة حيس مستهدفة للأحياء السكنية في المدينة ومواقع القوات المشتركة شمال المديرية وعشارت مصادر محلية إلى أن قصف الميليشيا طال أحياء سكنية متفرقة في المدينة وخلف حالة من الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال إلى ذلك قالت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شمال غرب مديرية حيس بقذائف الهاون والهاوزر ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مجزرة جديدة في مدينة تعز جميع ضحاياها من الأطفال وقالت مصادر محلية بأن خمسة أطفال أصيبوا اثنين منهم حالتهم خطرة جراء قصف ميليشيا الحوثي لحارة الحميراء بمديرية صالة شرق المدينة وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية والدبابات من مواقع تمركزها بالحوبان وتبتي سفتل والسلالة خمسة أطفال ضحية مقذوف حوثي أكبرهم خمس سنوات وأصغرهم سنتان وهم جوار منزلهم اثنين منهم حالتهم خطرة أتى بهم أقاربهم من المستشفى التي تستقبل كل يوم الأطفال والمدنيين نتيجة استهداف الميليشيات للأحياء السكنية كلهم من أسرة واحدة يعني عيال خالة بينهم البين خرقوا للشارع يعني يشتروا يقعلوا من الدكان ويرقعوا للبيت أطفال أبرياء لا ذنب لهم لا من أول ولا من آخر لأنهم مواطنين صالحين داخل الحارة حقهم خرقوا من البيت للدكان يشتروا لهم قعلة ويرقعوا للدكان والميليشيات لا تعرف لا ضمير ولا تعرف أطفال ولا تعرف نساء وهذا من عادتهم وهذه صفاتهم الحوثي دائما يتميز بهذه الصفات الذي يدعي إلى الإخلاق ويدعي إلى الأمن ويدعي إلى الاستقرار هذا عمله وهذه صفته وهذا الوجه الذي يكشفه للشعب اليمني حتى يتأكد الشعب اليمني أن الحوثي عميل أخطر من إسرائيل يوسف صلاح الدين محمود سنتان رحمة عبد الباري محمود سنتان محمود محمد محمود أربع سنوات قاسم طلال قاسم عبده خمس سنوات مريم عبد السلام محمود خمس سنوات يضافون لثلاثة ألف ومائتين وعشر طفل استهدفوا بمجازر وفرادة إلى أحيائهم من قبل محاصرية المدينة الذين يتلذذون كما يبدو بالدماء وقتل وجرح الأطفال هؤلاء ناس مقرمون هؤلاء قتلها تعز بالنسبة لهم بشجرها بحجرها بأطفالها برجالها بالنسائها هي هدف فلا نصدق داعي السلام وداعي المبادرات مع الحوثيين هؤلاء الحوثيين لا يريدون اليمن أن تستقر ويددت لتعز فكل يبان في تعز يعيش فهو بالنسوة له بداعشي مستهدف هذه حارة الحميرة بمدير الصالة التي ارتكبت فيها المجزرة وسخبت فيها دماء الأطفال الأبرياء بيوم هادئ ولا صوت فيه لأي اشتباكات أو إطلاق نار وكان الميليشيات فقط تريد أن تذكر الناس بقبحها وإجرامها مع كل مناسبة أو قرب عيد قتل أربعة عشر مسلحا حوثيا وجرح خمسة آخرون مساء أمس في تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم عنيف شنته الميليشيا على اتباب السود في باب غلق والزبيرات بشخب في جبهة قعطبة وحبيل العشرة في باجة بجبهة حجر في محافظة الظالع وقالت مصادر ميدانية بأن الميليشيا الحوثية شنت هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية ولكن قوات الجيش الوطني تصدت لها بقوة وكبدتها خسائر بشرية ومادية تواصل قوات الجيش والمقاومة تطهير العديد من المواقع شمال وغرب موريس فيما تخسر ميليشيا الحوثية مواقعها وتقف عاجزة أمام ضربات الجيش الوطني فوز الموريس والتفاصيل من الدفاع إلى الهجوم تحول مسار المعركة في مختلف جبهات الضالع هنا في موريس واصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة وبإسناد من الحزام الأمني استبسالهم وهم يطاردون عناصر الميليشيات في الأودية والشعاب انتصارات كبيرة أحرزها رجال الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية استعادوا خلالها مواقع عديد شمال وشرق وغرب منطقة موريس بعدهم وسنلاحقهم حتى نعيدهم إلى أكارهم ونوجه رسالة إلى الأبطال أن يثبتوا ويقاتلوا هؤلاء الشرذمة القليلة الذي أعاف في الأرض الفسار وإذنا بإذن الله منتصرون عليهم وإذن نصر الله آتينا لا محا ميليشيات الحوثي الإنقلابية شنت هجوم معاكس على اتباب سود بباب غلق غرب قعطبة وعلى قرية باجة في حجر غرب الضالع لكنها تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وعجزت ميليشيات الحوثي عن إحراز أي تقدم يذكر على الأرض فوز المريس قناة سهيل تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الأحمر غرب محافظة حجة وقال مصدر عسكري بأن قوات التشكيل البحري نصبت كمينا محكما لقارب حرفي تابع للميليشي الحوثية المدعومة من إيران وعلى متنه ثلاثة حوثيين بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح وأوضح المصدر للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة أن أحد الأسر الحوثيين أصيب بعد اشتباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري وتم نقله إلى مستشفيات المملكة لتلقي العلق وتعمد ميليشي الحوثية إلى تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفقيق قوارب الصيد التابعة للمواطنين فضلا عن زرع الألغام البحرية تما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر مع قيادة محور بيحان المسجدات الميدانية في المحور والانتصارات التي يحققها الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف وأشاد نائب الرئيس بالثبات والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف المواقع وأكد على مضاعفة الجهود لبناء الوحدات في المحور وتفقد أحوال المقاتلين ومواصلة المهام المطلوبة والعمل بالتنسيق بتنسيق وانضباط وأكد نائب الرئيس بأن المعاناة التي يتجرعها كل أبناء اليمن جراء الانقلاب الحوثي تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسئولية الوطنية لحماية الجمهورية واستعادة الشرعية وثمن نائب رئيس الجمهورية الدورة الأخوية الصادقة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمرة للشرعية ولأمن اليمن واستقراره في مواجهة المشروع الإيراني التدميري أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بجهود الفرق التطوعية من أبناء حضر موت في خدمة الحجاج اليمنيين بمنفذ الوديعة البري وعبر نائب الرئيس خلال لقائه اليوم فرق المتطوعين عن تقديره للجهود التي يبذلونها والتي تعكس أصالة ونبل الشباب اليمني وفي مقدمتهم شباب حضر موت ووجه نائب الرئيس بتسهيل مهامهم وتوفير متطلباتهم المختلفة بما يمكنهم من أداء دورهم التطوعي من جهاتهم عبر أعضاء الفريق عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ولفتته الطبية مؤكدين السمرار دورهم المجتمعي لما فيه راحة الحجاج والتخفيف من مشقة وعناء السفر والمرور عبر منفذ الوديعة قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن ميليشيا الحوثية تتكبد الهزائم والانكسارات والخسائر البشرية والمادية بشكل يومي وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق انتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف وأكد بأن ادعاء الميليشيا لا أساس له من الصحة ويضاف إلى سجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الحوثية تدريك أن نهايتها باتت وشيكة لافتا إلى أنها استخدمت صورا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات وإسقاط طائرة تابعة للتحالف وأوضح المصدر بأن تاريخ الميليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني قال مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء اليوم إنه وثق أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018 وحتى يوليو 2019 إلى التفاصيل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة انتهاك رصدها فريق حقوقي عن حالات الاعتقال والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء حيث أعلن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة للتعاون مع رابطة أمهات المختطفين تقريرا مفصلا عن هذه الانتهاكات منذ بداية العام الماضي من 1 يناير 2018 وحتى 25 يوليو 2019 الانطق الجغرافي هو أمانة العاصمة العشر المديرية طبعا بلغت إجمال الانتهاكات بشكل عام خلال فترة التقرير ثلاثة آلاف وستمائة واثنين انتهاك الانتهاكات تنوعت بين الاختطاف والوفاة تحت التعذيب والإخفاء القسري والتعذيب للمعتقلين والمحاكمات السياسية وإنشاء سجون خارج نطاق القانون ومن بين هذه الانتهاكات قرابة ثلاثمائة انتهاك بحق الأطفال والنساء فيما الانتهاكات التي لم يتمكن فريق الرصد منها قد تزيد على هذه الأرقام بكثير سجون كلها خارج نطاق القانون طبعا لأنها ماليشيات استولت بقوة السلاح على الدولة مئة واربعين سجن ما تم رصدهم هناك سجون سرياء لم نتمكن من معرفتها انتهاكة الأطفال بلغت طبعا الذي تم رصدها بجانب الاختطافات والتعذيب والإخفاء القسري خمسة وخمسين حالة انتهاكة النساء مئتين وثلاثين حالة الاعتقالات والإخفاء القسري الذي تشنه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها إما لدوافع سياسية أو لابتزاز مالي أو تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي وقد تكون بسبب أن أحد أقاربك في مارب ورغم الاختطاف والإخفاء والقتل تحت التعذيب وغيره من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية إلا أنها تمادت لتحكم بالإعدام على ثلاثين ناشطا تم اعتقالهم من منازلهم بمحاكمات سياسية هزلية تؤكد الميليشيا للعالم أنها لا تؤمن إلا بالقتل والعنف ولا نية لديها لأي سلام حقيقي زين العبد بن علي مارب ندد وجهاء وشخصيات اجتماعية وعسكرية ومدنية بعملية الاعتقال خارج إطار القانون مطالبين بإغلاق السجون السرية وإيقاف التعذيب وتغيير خطباء وأئمة المساجد وإيقاف تجنيد الشباب خارج نطاق الحكومة الشرعية وأشدد المشاركون في اللقاء التشاوري للوجهاء وشخصيات الاجتماعية بالعاصمة المؤقتة عدن شددوا على تبكين السلطات الشرعية من بسط صيادتها على المناطق المحررة وإغلاق السجون غير النظامية وإيقاف التعذيب الوحشي الذي يتعرض له الأبرياء في السجون السرية وتحييد المساجد عن الصراعات وتفعيل القضاء اللقاء أقيم برعاية الشيخ وليد الفضلي وكرس لمناقشة مظاهر العنصرية والتأكيد على رفض إثارة المناطقية وإذكاء النعارات وبما يختم اللحمة الاجتماعية وسيادة التعايش والوئة وشدد البيان الختامي للمشاركين على عودة الحكومة إلى داخل الوطن والإسرع بفتح مكاتب رسمية للوزارات بالعاصمة المؤقتة عدم بالإضافة إلى دمج كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية وإلحاقها بوزارتي الداخلية والدفاع والإسرع بتقديم المحتجزين على ذمة قضايا الإرهاب للقضاء للفصل في التهم الموجهة إليهم واستنكر اللقاء عملية تجنيد الشباب في صفوف الميليشيا غير النظامية المطالبة بعودة فخامة الأخر رئيسي الجمهورية والحكومة إلى محافظات عدن العاصمة الاقتصادية أو العاصمة المؤقتة للدولة الاتحادية وبهذه المناسبة التي ناقشنا فيها جميع القضايا منها تفعيل دول القضاء منها اللحمة التي تجمع بين كل الفرغاء وتوحيد الصف توحيد الصفوف والقوات المسلحة والأمن توحيد صفوف الأمن والقيش تحت عمليات مشتركة واحدة ومحاربة عدو واحد ليس معنا عداء في الوطن غير عدو واحد هو الحوثي ونحن نطالب أيضا تفعيل دور القضاء تفعيل دور الأمن منع الشقون الخاصة الشقون المليشيات الخاصة في شقون خاصة تتبع جهات معينة خاصة فنحن نطالب بإلقاء هذه الشقون وحالة من لديه أي تهمة إلى القضاء والغضاء يقوم بواقبة وفقا للقانون نحن اليوم أعلننا شعار تحت استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها من داخل العاصمة التي قبل الجميع أن تكون عاصمة لذلك يجب أن يعود الجميع إليها على رأسها فخامة الأخر رئيس الجمهورية طبعا هذا اللقاء التشاوري نتيجة للانفلاثات الأمنية والفوضاء العارمة التي شهتها محافظة سعدن منذ بعد حرب 2015 ولهذا يتوجب علينا جميعا المشاركة في أعادة مؤسسات الدولة التي غابت بخلال أكثر من أربع عوام وأشعر السقان بعدم السكينة في المدينة حيث أن وضع عدن وصل من التأزم ومن السوء لأنه يجب للعقلاء أن يقولوا للسفهاء والجهلاء توقفوا فعندما سكت العقلاء وأتاعوا الفرصة لهؤلاء أن يفعلوا ما يريدوا رأينا الحال من فساد من عنصريات عصريات قتل اقتصاب أشياء حقيقة لو قصصناها لمن ماتوا لن يصدقوا أن عدن صارت إلى ما صارت إليه والإنسان طبيعته يتشكل للخير أو للشر والقوة التي حكمت عدن بعد الحرب قوة تساعد على تشكل الشر وعلى نموه في النفوس وأنا لأهل الخير والعقل أن يحفظ مستقبل أبناءنا وأن يتداع أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية وصول ما يقارب عشرة آلاف حاج يمني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام الخمس الأولى عبر منفذ الوديعة البري وأوضح أن الوزارة مستعدة لخدمة ضيوف الرحمن اليمنيين عبر لجانها المشكلة وطاقمها المؤهل وثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية شاكرا في الوقت ذاته العاملين في المنفذ اليمني من خلال غرفة الطوارئ والتي تم تشكيلها من قبل الوزارة لاستقبال الحجاج وخدمتهم جرفت مياه السيول والأمطار مساء أمسى ممتلكات شخصية وعامة في منطقة خورة بمديرية مرخص سفلى بمحافظة شبوة وقال سكان محليون بأن مياه السيول والأمطار المتدفقة بشكل كبير نتج عنها أضرار عديدة حيث جرفت السيول العديدة من المنازل والمصانع والأراضي الزراعية الخصبة بالوادي وطمرت آبار مياه كما جرفت العديد من السيارات وتسببت في نفوق المواشي ونشد أهالي خورة السلطة المحلية بالمديرية ومحافظ المحافظة والحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ وإغاثة المنطقة من الأضرار التي لحقت بها أشهد مدير عام مديرية عسيلان بمحافظة شبوة العقيد علي بن أحمد الحجري بمبادرة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو بحصول كل مديرية من مديريات المحافظة على حصتها ولأول مرة من مبيعات النفط وأكد الحجري خلال ترأسه اجتماعا لمكتب التنفيذي بالمديرية على أهمية هذه المبادرة ودورها في خدمة التنمية المحلية بالمديرية وناقش تنفيذي عسيلان آليات تحديد المشاريع التنموية التي تحتاجها المديرية في مجال القطاعات الأساسية والتي سيتم تمويل تنفيذها من حصة مبيعات النفط وأشدد مدير عام المديرية العقيد علي الحجري على ضرورة توجيه هذه الموارد وتسخيرها لتنفيذ واحد إلى اثنين من المشروعات التنموية الضرورية التي تخدم الغالبية من أبناء المديرية انتشرت عصابة سرقة المنازل والمحل التجارية في محافظة ذمار بشكل ملفت وأكدت مصادر محلية أن عشرات المنازل والمحل التجارية في المدينة تعرضت للسرقة المنظمة وذكرت المصادر أنه منذ سيطرة الميليشية على محافظة ذمار ازداد معدل الجريمة إلى أكثر من 90% منها ما قام الحوثيون بارتكابها أو على العمل على تسهيلها وفي مقدمة الجرائم التي ارتفعت وثيرتها في مدينة ذمار القتل العمد والسرقة وقطع الطريق والخطف وتجارة المخدرات هذا وتشاهدون في النشرة أيضا المصادر ستجل من انقطاعات التيار الكهربائي موسيقى موسيقى توسيق معدلات الرئي على عدد من مزارعي أبيل موسيقى موسيقى ساهمت الانطفاءات المتكررة للكهرباء في الجوف في زيادة معاناة المواطنين في ظل أجواء الصيف الحارة مرسلنا صالح مبخوت والتفاصيل كثر الجدل مؤخرا حول أزمة الانطفاءات المتكررة لكهرباء الجوف بعد أن أصبحت حياة المواطنين ثمنا لتلك الانطفاءات فحرارة الصيف التي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين ومعيشهم زادت الوضع سوءا أزمة دخلت في وحل الاتهامات بين سلطة الجوف وشركة النفط بمأرب حول كمية الوقود الخاصة بمولدات كهرباء الجوف فيما المواطنون وحدهم من يتجرعون ويلات هذه الأزمة الكهرباء في محافظة الجوف تشكي من تعسفات كثيرة تشتغل عشر ساعات وعادة بين انطف واللع الناس يلكم بالحر هذا المواد الغذائية تلفت الشبكة المتهالكة لأسلاك الكهرباء هي الأخرى تشكو من الإهمال الطويل حيث مضت عشرات السنوات منذ نشأتها ولم تخضع للصيانة أو التغيير ومؤخرا يتحمل المواطنون تبعات أي خلل قد يحدث لبعض الأجهزة بدفع مبالغ مالية خوفا من الاستمرار في الحر والظلام ويتساءلون أيضا عن حجم الإرادات التي تقدر بخمسة عشر مليون ريالا شهريا حسب الجهات المختصة لماذا لم يتم إصلاح الشبكات المتغالكة على سبيل المثال إذا انفصل خط داخل المدينة يتم إصلاحه على حساب المواطن أين هي جهود السلطة المحلية أين هي جهود المؤسسة العامة الكهرباء الإرادات نتساءل عنها كمواطنين أين تذهب هذه الإرادات مع العلم أن حجم المشتقات أو أسعار المشتقات التي تدفع لتشغيل محطة الكهرباء تدفع الحكومة الشرعية القطاعات المتكررة للتيار الكهربائي يصاحبه غضب شعبي حيال هذا التجاهل هناك مطالبات من قبل المواطنين للسلطة المحلية بإيجاد حلول سريعة خاصة في فصل الصيف لكن لم توجد هناك حلول ملموسة على الواقع لم توجد هناك حلول نهائية تنهي هذه الأزمة تغرق الجوف ومعها أبناؤها في الظلام والمعاناة بعيدا عن أعين السلطات التي تتجاهل تحركات الشارع ومطالبه المستمرة في عودة الكهرباء شكلت الانتفاءات المتكررة للتيار الكهربائي أزمة خانقة في مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطن الجوفي وأثبتت أيضا عجز السلطتين المركزية والمحلية في إيجاد حلل لهذه المعضلة صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجوف أعقدت الجمعية العمومية لملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين اليوم اجتماعها الثاني في محافظة مأرب وألقى رئيس الملتقى الفنان طه الرجوي كلمة أشار فيها إلى الدور الكبير للفنانين والأدباء في إحياء وهج النضال والصمود ورفع الروح المعنوية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في المواقع والثور والذين يقدمون أرواحهم في سبيل الوطن وغرس قيم الخير والفضيلة وعبر الفنانون والأدباء الذين حضروا الاجتماع عن سعادتهم بتأسيس الملتقى الذي يجمعهم ويوحد جهودهم مؤكدين على بدل ما بوسعهم للارتقاء بالرسالة الفنية والأدبية وإحاطتها بكل ما يلزمها من تجديد وتحديث ومواكبات بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء هذا الملتقى الفنانين والأدباء اليمنين هو الهدف الكبير أن نجمع الفنانين والأدباء تحت مضلة واحدة وتفكف المجتمع ثانيا لمساندة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي ونائبه عليم حسين صالح ومساندة الجيش الوطني والأبطال في الجبهات وهذا هو أقل واجب نقدمه أمام الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم دفاعا عن هذا الوطن والله قضوة رائعة جميلة جدا وهو القيام بتوحيد العمل الفني الذي يمثل جبهة لحاله هذا الملتقى هو عبارة عن حاضنة لجهود الفنانين والأدباء ومضلة لهم ولتوجيه الجهود نحو هدف محدد وواضح وزعت منظمة أدار معدات الرئي على 116 مزارعا في دلتا أبيان عبر مؤسسة طيبة للتجار وذلك في إطار مشروع المساعدة متعدد القطاعات وكذا الاستجابة للتغذية إمنار وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية ويهدف المشروع إلى تحسين أوضاع المزارعين ومستوى معيشة أسرهم في ثلاث مديريات وسبق عملية التوزيع إلحاق المزارعين ببرامج التأهيل والتدريب وخاصة في نظوم الرئي الحديثة من أهم أهداف المشروع هي تحسين مستوى الأسرة والاستمرار في العمل الزراعي يرفض السوق المحلية بمختلف أنواع الخضار والحبوب وهذا يخفف العبر الكبير على المواطنين داخل محافظة أبيان في توفير المواد الأساسية لهم من قطاع الزراعة نستهدف في محافظة أبيان أكثر ثلاث مديريات أساسية وهي مديرية خنفر ومديرية زينجوبار ومديرية أحور مجموعة المستفيدين الآن في محافظة أبيان 116 مستفيد ومعنا 131 مستفيد كذلك من مديرية أحور سوف ندشن لهم التوزيع إن شاء الله في المراحل القادمة بعد أهم المعدات الزراعية التي نقوم بتوزيعها هي حسب احتياج المزارع سيتم في هذه الفترة توزيع لهم مضخات كبراري ومحركات وبمبات وشبكات ريب التقطير وبالتنقيط لشبكات ريب الحديثة underground irrigation of system الشبكات الحديثة الآن ستوزع ودينامات وغطاصات وخلافة هذه نقطة من غيث من الذي قدمت لنا منظمة أدراء قدمت منظمة أدراء ولا زارت تقدم قدمت العلاف قدمت المواشي قدمت المكعبات قدمت الناحل قدمت قبل هذه 32 مطور أو مضخة ديزل لمنطقة الرميل الشرقية ورميل الغربية وقامت بتدريب أغلب المزارعين في مقال البيطر والثروة الحيوانية منظمة أدراء يعني تعتبر نهر قاري لمحافظة أبيان نحن نشكر على كل ما قدمت أكد وكيل أول محافظة سقطرة رائد الجريبي حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم اللازم لشريحة الشباب في المحافظة وصق لقدراتهم في مختلف الجوانب جاء ذلك في افتتاح ندوة شبابية نظمها أعضاء حكومة شباب أطفال اليمن في المحافظة تحت شعار سقطرة نسيج اجتماعي واحد حاضر ومستقبل حيث أشار الجريبي إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز من وحدة صف شباب سقطرة وتخدم الأرخبيل وطموحات الشباب فيه تشنت مؤسسة وطن التنموية في محافظة مأرب توزيع كسوة العيد للمعاقين من جرح الجيش الوطني وقال رئيس مؤسسة وطن الدكتور علي سيف الرمال أن الاهتمام بهذه الشريحة من أفراد الجيش الوطني لها الأولوية وذلك لما ضحوا تقديرا بتضحياتهم بدمائهم وأجزاء من أجسادهم دفاعا عن الوطن والجمهورية في جبهات العزة والشرط وأحيى الرمال أبطال الجيش الوطني المرابطين في جميع الجبهات والثغور للدفاع عن حياظ الوطن والهوية الوطنية اليوم تدشن مؤسسة الوطن فعالية كسوة العيد للجرح المعاقين ولا شك أنهم أولى بالاهتمام ولا بد الاهتمام من هذه الشريحة الشريحة الأهم والشريحة التي بذلت الدم والتي بذلت كل ما تملك وأقلى ما تملك وهو دمائها واليوم واجبنا تعتبر هذه الفعالية أو ما أستاذ نقدمها اليوم هو شيء رمزي فقط والأصل أن الكل يهتم بهذه الشريحة لأنها التي بذلت الكثير والكثير أقامت مؤسسة شهيد التنموية المخيمة الترفيهية الثاني لثلاثة وثمانين طفلا من أبناء وبنات الشهداء بالإضافة إلى ثمانية عشر طفلا جريحا بهدف إكسابهم مهارات الحياة وطرائق التصرف مع غيرهم المخيم الصيفية التربوية الترفيهية الثاني لمؤسسة شهيد التنموية والتي استهدفت فيه أبناء الشهداء وعددهم من الجرحى من سن سبع سنوات إلى أربعة عشر سنة يا بقرة سبي لبن سبي لبن أستفدت عني من المخيم تقبل الذات أتفهم نفسي أتعاطف نفسي أعمل الشيء الصحيح علاقتي مع الله أخلاقي شكلي أستفدت أن أثنق من نفسي ذاتيا وأن أقع الروحي مع الله وأن لذي أصحابي وقيراني ألعاب وترفيه وتسليه وتدريب وتشجيع واكتشاف مواهب وعلاج نفسي نظرا لما تمر به المحافظة من حرب وحصار للسنة الخامسة على التوالي وحرمان هذه الفئة من الترفيه واللعب والخروج والاستمتاع بطفولتهم معنا ثلاث أهداف إن شاء الله نحن بنهاية المخيم نكون حققناها كله الهدف الأول نحن نساهم في التربية المتوازنة ما بين الروح والعقل والعاطفة عند الأطفال الهدف الثاني مساعدة الأطفال على تعزيز الثقة لديهم وكيفية بناء العلاقات وقطع العلاقات الضارة وكيف يعبروا عن أنفسهم خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها تعز مؤسسة شهيد تهتم بالشهداء وأسرهم والجرحى من الأطفال تربية وتعليما وتثقيفا وتوعية ومع انتهاي هذا المخيم في المدينة سيتوجه الفريق لتنفيذ مخيمه الثاني والمخصص لأبناء الشهداء والجرحى من أبناء الريف التعزي النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها مليشيا الحوثي تواصل مجازرها بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز مختل وجرح تسعة عشر حوثيا والجيش يصد هجوما للميليشيا على اتباب السود وشخب الضالع التشكيل البحري يأسر ثلاثة من ميليشيا الحوثي في كمير محكم غرب محافظة حجة في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنا تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة